موسيقى رحل فيكم مشاهدينا مدينة لوس أنجلس عام 1968 أعلنت أن المسرح الصيني هو نصب تاريخي وثقافي ومناسبة مرور 90 سنة على افتتاح المسرح السينمائي العريق تم دعوة المستج والمخرج ريدلي سكوت لحتى يوضع بصمة يديه وقدميه على المسرح حتى قليدياً لبعود العشرات السنوات كان موجود بحفل التكريم أكيد كاميرا الغاد وكاميرا ناشية الفنية فبقوا معنا لنشوف سواء التفاصيل المسرح الصيني بدوم أكثر من 200 بصمة بالإسمنت لأهم نجوم العالم الشيء اللي خلاه مقصد لخمس ملايين أسائح سنوياً وتم اختيار ممثل هاريسون فورد لتقديم صديقه المقرب ريدلي سكوت خلال حفل طبع البصمات بعد 40 سنة المهنة أكد سكوت خلال تكريمه أنه ما بيزال بتعلم وبيشعر بالحشرية حتى اليوم وهو بأكد أنه مرت هالسنوات كرمشة عين فهو بيعشاء اللي بيقوم به ووضعه لبصماته هناك بنضم سكوت لأسماء لامعة مثل سيلوستر سلون وآدم ساندلر فهو بيقوم به لاريدلي سكوت تاريخ ناصع بالفن السابع من أبرز أعماله أليان، ثلما أن لويز، غلادياتر، بلاك هوكداون، هانيبال، وذى مارشان وبتقف شركة إنتاجه الخاصة سكوت فري خلف مسلسلات ناجحة منها سكوت ومشأة مؤسسين ولدانه مقصر وموضوع منذ أكثر من الوجهن و造ق و من الزرق و إذا كانت رد مان وة كتاب و أية ما وحتى مضال و كلة محاولة و أخذي وحوال عديد و أين خلال و حتى وفzed و نهاد التكريم اللي حظ فيه المخرج واللي سكوت اتزامن مع موعد صدور احدث افلامه ايلين كوفينانس هالفيلم اللي بلعب دور البطولة المثل ماكو فاسبندر والمثلة كافرين ووتستون سلاته كانوا موجودين بحف التكريم لدعم سكوت الى جانب باقي ابطال الفين الانسان موجودين باقي ابطال الفين والمثلة كافرين باقي ابطال الفين الانسان موجودين باقي ابطال الفين في التشرين الثاني المقبل فيلم بعنوان بليد رنر 2049 رح يكون من بطولة هاريسون فورد وراين غسلين وروبين رايت ميزانية الفيلم وصلت ل 97 مليون دولار امريكي وبدور احداثه في العام 2093 فبتذهب مجموعة في مهمة بتنتهي بمأساة حقيقية ما بتخلو من مشاعر الشغف بين البشر والكائنات الفضائية ترغيب مجموعة في الوصول أن يموني تحقق بك أن يمكنني أن تكون مجرينة الفين الذي يمكنك أنه لم يعطي منه بإغلاقه في هذا الموسم إنه، في مجموعة سفر عام 20 يكون أمم أول إنها لم تكن سيقويل هذا الشبب معنى يتدون أن تكون اتحدث في مها و attitude يقولون ان قد راتفاره و هذا يبقى المخرج والديسكوت يترشح لثلاث جوائز أوسكار كأفضل مخرج خلال مسيرته الفنية وفي سنة 1995 حاز على جائزة البافتا وفي سنة 2003 كلمته بريطانيا ولقبته بلقب الفارس على مجمل خدماته بصناعة الأفلام والبي بي سي سميته بلائحة أكتر عشر أشخاص مؤثرين بالحضارة البريطانية سنة 2003 كنفراته بلاحظة ومعاته متى أكيه ويستحق بأنه يستحق بإمكانه التعديل لكل من يخبره ويستحق بأنه يتعلم بأسجاراته بأسجارة ويستحق بأسجاراته كيف يعمل بتعديل الهاتف اليوم نجمع الوصول على نهاية الفنية اليوم و الأن سنعود لك دعاتنا بالقاهرة لقد أعود لك شكرا